السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب شلونكم شخباركم وياكم تقي من قناتكم تاكي المايس ومجان لكم بمقطع جديد وحلقة جديدة اليوم حلقتنا تتكلم عن الترتيب الصحيح لمشاهدة افلام هاري بوتر افلام هاري بوتر هي عبارة عن افلام تشوفها بطريقتين اما على حسب سنوات الاصدار او اما على حسب الاحداث فانا سأتكلم عن حسب سنوات الاصدار اللي هو بدأ مع اول فيلم اللي هو اول فيلم هاري بوتر في 2001 تدور احداث هذا حول الصغير هاري بوتر الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي عشر ويكتشف بالصدفة انه بساحر فينتقد الى مدرسة هوجراتس ليتعلم هناك اعمال السحر والشعودة فهذه هو اول افلام هاري بوتر نجي الى الجزء الثانى من افلام هاري بوتر اللي صدرت عام 2002 واللي ددور قصتها يحاول انه يلتقي هاري بوتر تحذيرا من الجني المنزلي دوبي الذي يأتي اليه في المنزل في منزل خالته وكبا تشوفون قدامكم الاحداث نجي الى الجزء الثالث من افلام هاري بوتر ولي تشوفون قصتها امامكم فليهذا انه هذا القصة دائما عن ماما الاري بوتر كلما ينزل فيلم جديد عن هاري بوتر يكون افضل من مكان السابق وكل قصة اقصد كل فيلم هي مختلفة تماما عن الفيلم السابق يعني مو تماما انما تتبع احداث اللي صدرت في العام السابق او في الجزء السابق اللي مكملة اليها في الجزء الحالي نجي الى الجزء الرابع من افلام هاري بوتر وقدنا لكم كل قصة اللي هي قدامكم موجودة الكتابة نجي بعده الى الجزء الخامس من افلام هاري بوتر وتدور قصة هذا الفيلم انه يمتلي هذا الجزء بالاحداث المساوية ايه يا حبيبي والقائمة وفيه تتلاش الفوضى في العالم العادي والعالم السحري القابع ورائه ويكتشف ان هاري بوتر حقا كانت قد غابت عن ولادته كما يفجع بموت ابي الروحي في النهائه نجي الى الجزء السادس من افلام هاري بوتر واللي صدرت عام 2009 فهذا انه نشوف انه هاري بوتر يعود لمدرستة هاجوارتس ليلتقي مرة اخرى باصدقائه رون هيرموني واستاذ الدنبلور والاهداث كما هي موجودة امامكم نجي نجي الجزء السادس من افلام هاري بوتر وانه هي مو جزء السادس كما تشوفون امامكم بارتون انه هي اجزاء او افلام جديدة مستقلة عن افلام السابقة والتي صدرت عام 2010 نجي الى الجزء الثاني او البارت الثاني من افلام هاري بوتر عن ديوليثي هالس فاللهذا نشوف انه هي اخر افلام هاري بوتر نشوفها اللي هي البارت 2 التي صدرت في عام 2011 اتمنى شباب اجابكم مقطع فلا تنسونا باللايك والاشراك حتى اظل يعني استمر في هذه السلسلة اللي هي الترتيب الزمني للأفلام حتى نعرف يعني شنو الاحداث والقصص والسيناريوهات اللي صارت او اعيد وكرر انه هذه اما على حسب سنوات الاصدار او على حسب السيناريوهات او المعتقدات الموجودة داخل الافلام فلهذا اتمنى اجابكم المقطع لا تسونا باللايك والاشتراك مع السلامة اشتركوا في القناة